اليوم مباريات نارية جدا تابعناها خاصة على الالبيتو مؤهلي لدوربع النهائي بكأس العالم فيبا 2023 ورح ننتقل مباراة بمباراة لنضوي عليهم أكتر وأكتر البداية مع المفاجأة خروج حامل لقب بطولة العالم بعام 2019 المنتخب الإسباني من الدور الثاني لفيبا ووردكوب 2023 بعد خسارة أمام منتخب كندا بفارق 3 نقاط 88-85 لكورتر الرابع كان كارثي على الإسبان كندا سجلت 27 نقطة مقابل 12 بس لإسبانيا كندا كانت عم تسجل 11 من 24 ثلاثية من نسبة كتير عالية أبرز لعبين مباراة كان طبعا شاي أليكساندر ناجب الأوكيسي بالنبياي مع 30 نقطة ديلن بروكس 22 أور جي بارت 16 نقطة من ناحية منتخب إسبانيا كان الأبرز ويلي هرنان جوميز ب25 نقطة وهيك بتكون كندا عم تحتل المركز الأول بالمجموعة واللدفيا عم بترفقها إلى الدور الربع نهائي رح نتابع مباراة لدفيا يلي كانت عم تلعب فيها مع منتخب البرازيل المنتخب لدفيا عم بيواصل حلمه بأول مشاركة لقلو بكأس العالم عم بيوصل للدور الربع نهائي كان عم بيتغلب على منتخب البرازيل 184 الكورتر الثالث كان ممتاز للمنتخب لدفيا 36.21 عن 3.0 كان عنده نسبة كتير عالية حوالها 50% 16 من 33 ومن كل المسافات 57.6% أبرز لعبين منتخب لدفيا كان أندريس جرازوليس ب24 نقطة وأرتويس جراز ب17 نقطة والمباراة عم تنتهي بفوز منتخب لدفيا منتابع أيضا مع مباراة كتير قوية جرت اليوم على تحديد المركز الأول والتاني بالمجموعة بالدورة التانية ألمانيا عم بتوجه كانت منتخب السلوفينيا رغم البداية القوية للمنتخب السلوفيني 25.11 بالكورتر الأول عادوا الألمان بقوة كتير كبيرة وحسموا المواجهة 171 كورتر تانية 27.9 التالي 3.18 ورابع 32.19 ألمانيا سجلت 15 من 31 سوليسية بنسبة كتير عالية دينيس شرودر كان من أوف دماتش 24.10 أسست دانيل تايس 14 نقطة من ناحية ستوفينيا نجمة لوكا دونتش هدف البطولة كان عنده 23 نقطة أيضا رح نواصل مع مباراة منتخب أمريكا ومنتخب ليتوانيا هالمواجهة سأت فيها المنتخب الأمريكي أمام منتخب ليتوانيا 110 104 بمفاجئة بداية كانت كتير قوي لمتخب ليتوانيا كورتر أول 31-12 حاول المنتخب الأمريكي يعيد الأمور إلى نصابة بالكورتر الثالث 28-17 لكنه خسر الجيم بالفرق ستنيقات ليتوانيا سجلت 14 سوليسية من أصل 25 محاولة بنسبة 56% بها المباراة وقت المنتخب الأمريكي نعنده 11 من 29 رغم النقاط الثالثة لأنتوني أدوردز نجم فريق مينيسوتة والمنتخب الأمريكي نشوف سواء كيف صار برنامج الدور الرابع النهائي لبطولة كأس العالم بكرة السلة بخمسة أيلولي يعني تلاتة وأربعة في عنا مباريات بكرة بريك إيطاليا رح تلعب مع أمريكا بخمسة الشهر أيضا في عنا مباراة ليتوانيا والصربيا رح تكون أيضا بخمسة الشهر نهار الثلاثة عم نحكي أكيد أدورد عن نهائي نهار الأربعة بستة الشهر ألمانيا بتلعب مع لازيا مباراة كيراوية رح تكون وعنا كندا مع سلوفينيا أيضا لقاء كتير ناري رح نشوف إذا رح يقدر لوكا دونتيتش يتفوع المنطقة بالكندي بها المواجهة الربع نهائية طبعا الخاسر هون بيخرج من كأس العالم